أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسوي لكرة القدم عن فخر واعتزازه برعاية الملكية السامية المتواصلة لأبناء مملكة البحرين وتجيعهم على التميز والإنجاز في مختلف المنظمات والهيئات الرياضية العالمية والقرية وأكد رئيس الاتحاد الأسوي لكرة القدم أن رعاية الملكية تحكس حرص جلالته على بث روح الإرادة والعزيمة من أجل خدمة كرة القدم في القارة الأسوية وتعزيز منجزاتها الكبيرة على امتداد السنوات الماضية وأكد معالي أن دعم جلالة الملك المعظم يشكل على الدوام الحافز الأكبر لبذل كل جهد من شأنه وضع البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق ما تصب إليه أسرة كرة القدم الأسوية من تطور ونماء وعهد معالي جلالة الملك المعظم على مصارة العمل بكل عزم لإثبات جدارة أبناء المملكة في تحمل أمانة المسئولية في المنظمات الرياضية الدولية والقرية وأبدى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم اعتزازه بدعم وتشجيع سمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء للمضي قدما في قيادة مسيرة الاتحاد الأسوي لكرة القدم للمزيد من النجاحات التي تلبي طموحات متسبي كرة القدم الأسوية مشيدا بدعم الحكومة المقرة لخطط وبرامج الاتحاد الأسوي لكرة القدم وتهيئة الظروف المثالية لاحتضان العديد من فعاليات الاتحاد الأسوي في مملكة البحرين مما كان له أطيب الأثر في إنجاح تلك الفعاليات وتعزيز مكانة المملكة على خارطة كرة القدم الأسوية